مهم جداً أقول لحضراتكم أنه الحقيقة سفارة مصر في جنوب أفريقيا ومعالي السفير أحمد الفضلي سفير مصر في جنوب أفريقيا وتقم السفارة منهم العميد محمد حرب الملحى العسكري كل تقم العاملين في السفارة المستشار عمر البحيري أيمن ولاش المستشار الإعلامي الكريم الخشاب القنصل المصري هناك كانوا حارسين جداً على متابعة ودعم الفريق وكانوا حارسين كمان أنهم يحضروا ويتابعوا تمرينة الفريق النهاردة التمرينة التي تعملت في نفس موعد المباراة الساعة 3 جهود كبيرة جداً بتقوم بها السفارة المصرية عشان تساند النادي الأهلي طبعاً في المباراة اللي هتتلعب على ملعب لوكاس موريبي واحد من مش من أفضل الملعب في القارة لكنه برضو مش من أسواقها خلينا نقول أنه ملعب متوسط المستوى ما يضايقش لعبة النادي الأهلي يخلينا إن شاء الله بإذن الله عندنا قدرة أن نحن نلعب المباراة بطريقتنا وأتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه الأهلي يظهر بوجهه الحقيقي يمكن كنا بنتكلم على الطريقة اللي ممكن إحنا تعرفنا على الفريق أكتر يعني أنا متابع الفريق من أول بطولة واتكلمت مع حضراتكم حتى من قبل ما يتم إعلان القرعة أنه الأهلي هيلعب سانداونز في دول التمانية قلت لحضراتكم أنه فرقتين أنا بشوف أنه هم المنافسين الأبرز للنادي الأهلي في بطولة دي من بدايتها من قبل القرعة سانداونز والوداد المغربي فرقتين دول حقيقة يقدموا كورة محترمة جداً فرقتين أقوية جداً عندهم عناصر متكاملة والأهم من ده دايماً أنا حتة الأسماء والمواهب والإمكانيات الفردية ما بتقلقنيش أوه في الكورة وهقدم لحضراتكم دليل عملي وعلمي على الكلام ده النهاردة لكن بتشغلني أكتر جداً أو أخاف أكتر من الفرق لحالة الانسجام بين عناصرها في أعلى مستوياتها هي دي الفرق اللي بتخليني خايف دايماً أوحطت إيدي على قلبي لما أجي أواجهها وسانداونز واحد من الفرق دي وإنتوا شفتوا وقربتوا أكتر من الفرق لما لعبنا مطش القاهرة هنا شفتوا قد إيه الفرق بتلعب كرة بسلاسة جداً وسهولة جداً وده طبعاً يعني ما بيتعملش في يوم وليلة ده شغل جهاز فني شغال على طريقة لعب وأعتقد أنه سانداونز حتى من سنين طويلة بيقدم كرة ممتعة جداً ومستوى عالي لكن عند مستوى النتائج أتمنى إن شاء الله زي ما قدرنا نتأهل ونحقق التسعة وكان في طريقنا سانداونز نقدر إن شاء الله نكرر ده مرة تانية ويكون سانداونز طريقنا للعشر ترجمة نانسي قنقر